مرحبا يا حلوين اهلا وسهلا فيكم مره تاني بقناتي بفيديو اليوم حابيت احكي لكم عن عطور ومستات بنوتة الفانيلا صراحة انا كتير بحب العطور اللي بتكون ريحة الفانيلا فيها واضحة وتوقع في كتير ناس مثلي طبعا هاد الاشي يبين لما سألتكم قبل اسبوعين اذا حابين احكي عن عطور بنوتة معينة اغلبكم صوت لنوتة الفانيلا ما بدي اطول عليكم بالحكي بس قبل ما نبلش باتمنى تعملوا لايك للفيديو حتى يصل اكبر عدد ممكن للناس ويلا خلينا نبلش واول عطور رح احكي عنه نزل هاد الشهر هو جوتي فلورا جورجوس اوركيد انا جربت كل عطور هاد اللاين اذا بتحبوا تشوف الفيديو اللي عملتوا عن التلات اللي قبل رح اترك اللينك تحت المهم خلينا نحكي عن هاد تصنيف الريحة فانيلا شوي باودري وفلوريل ريحتوا كتير قريبة من بربري قودس اللي رح احكي عنه كمان شوي كمان حسطوا بيشباه عطور ايليان قودس ريحتوا فيها هنت كريمي كتير حلو بناسب كل الفصول برأيي الفانيلا اللي فيه جدا واضحة وهي اوضح ريحة خاصة بس يهدى ويمرق عليه شوي وقت حبيت ريحتو اكتر من التلات اللي قبليه من نفس اللاين بس عندي مشكلة بالثبات يعني صراحة بعد ساعتين الريحة بطير نوتس اللي فيه هي الفانيلا الاركيد وكمان فيه اوزونيك نوتس تاني عطور اليوم هو فانيلا من كيالي طبعا هاد كتير مشهور من العطور الي دايمون تريند مع انه نازل من سنة 2018 تصنيف الريحة هو فانيلا عنبر سبايسي وودي مع اني اول ما جربته مش كتير حبيته بس بعدين عن جد حساته حلو ريحته زي الفانيلا السائلة تعت الطبع مع اشياء كتير تانية يعني هيك فيه هنت عنبر معطيته تميز كتير حلو ينخلط كمان مع عطور تانية يعني كتير حبيته مع عطور كيالي انفيت اونلي امبر ومست سولدي جانيرو 62 هاي الريحة ما بتنفع للمراهقات ابدا بحسها مناسبة لكل الفصول بس بفضلها اكتر للشتاء والخريف فوحان هاد العطور عالي اول ما ينراش بعدين بسير متوسط هو بيضل لحد اربع ساعات نوتس اللي فيه هي الاركيد الياسمين واللي ما حسنتهم كتير واضحين صراحة كمان فيه سكر بني وذور تونكا بالاضافة للعنبر خشب العنبر الميسك والبتشولي وكمان رح احكي عن مست رقم 59 من سولدي جانيرو هاد نزل بسنة 2024 تصنيف الريحة فانيلا سويت باودري هاد المست هو المفضل عندي من سولدي جانيرو وثباته احسن واحد فيهم المهم اذا بتحبوا رواقح الجورماند للسويت هيك فانيلا مع مارش ميلو الريحة كتير حلوة صراحة كتير دافية جميل لكل الفصول بس حلو اكتر بالشيطة والخريف ثباته من ثلاث لأربع ساعات تقريبا وفوحانه بيكون عالي بعدين بصير متوسط نوتس اللي فيه هي الفانيلا السكر والسوسن بالاضافة لخشب الصندل والعطر اللي بعده هو سي انتنس هاد نزل بسنة 2023 تصنيف الريحة هو فانيلا فروتي وولد هاد العطر ريحته بتجنن برضه صراحة هاد الناي من جورجو ارماني رهيب طبعا هو شبيه كتير بريحة سي الوريجينال بس هاد جاي فروتي اكتر ريحة الفانيلا اللي فيه جدا واضحة يعني هي اوضح ريحة فيه اصلا وهيك مع ريحة الفواكه والورد الميكسي كتير حلو فوحانه عالي برأيه وثباته لحت ست ساعات ومرات اكتر حتى بينفع لكل الفصول بس احلى للشيطة شوي نوتس اللي فيه هي الكشمش الاسود الورد الدافانا كمان فيه فانيلا وبوربون فانيلا بالاضافة للشاي الاسود بس طبعا اكتر اشي واضح فيه هو الفانيلا بعدين الكشمش الاسود والورد وخامس عطور لليوم هو طبعا بحكي عن نسخة الـ 2022 لانه عدله عن ريحة يعني العطور كان نازل بـ 2016 بس اتعدل عليه المهم تصنيف هذا العطور هو فانيلا فروتي وورد سويت كتير عن جدهد من اكتر العطور السويت اللي انا جربتها بصريحته كتير حلوه برأييه ما اتوقع تعجب الكل اكيد بحس هاد العطور لازم تشموا قبل ما تشتروا فيه كتير اشياء وكتير نوتات بس طبعا الفانيلا التوت الاحمر الورد والكوتون كاندي الباتشولي كتير واضحين فيه هاد بالنسبة للي حسات كل حد بشم هاد العطور بشكل مختلف ثباته خرافي يعني بيضل حد 12 ساعة مرات فوحان ببلش عالي بس بصري ضعف شوي 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 برأيي ما بينفع الا للشيطة النوتس اللي فيه هي التوت الازرق التوت الاحمر البرجاموت كمان فيه نوعين ورد زهور البرتقال اليسمين بالاضافة للكوتون كعندي الباتشولي الفانيلا المسك الابيض وخشب الصندل اذا جربتو حكولوا رأيكم فيو عندي فضول اعرف اذا حبتو اما العطور اللي بعده فهو بيربري هير اليكسر هاد نزل بي سنة 2022 تصنيف الريحة فانيلا سويت فروتي باودري بسيهده لو بدي اختصر وصفه رح احكي انه زي ملكشيك الفراولة ما ريحة فانيلا يعني من افضل العطور اللي جربتها عنجت ريحته كتير طبعا فيو يسمين بس ما حستت ريحة واضحة بصراحة ثباتو لحد اربع ساعات بالنسبة لأيلي مرات بيضل اكتر اذا حاطت رشات اكتر حلو الفصل الصيف والربيع وفوحانه متوسط نوتس اللي فيو هي الفراولة التوت الاسود بالاضافة لليسمين الفانيلا العنبر وخشب الصندل ونيجي هلأ للعطر التاني من بيربري واللي هو بيربري قدس وبالاماريات نزل باسم بيربري المهم هاد نزل بسنة 2023 ريحة يباري عن فانيلا دافي كتير مع لفندر وفيو هند كاكاوي خفيف جدا ريحته حلو بصراحة بسويت نستعته وسط ريحته شبيهه جدا بعطر جوتي الجديد يعني لما يهدى عطر جوتي بصيروا تقريبا نفس الريحة ريحتهم دافية وحلوة بس كما حكيت عطر جوتي انعم عطر بيربري تبعته لحد ثلاث ساعات تقريبا وفوحانه خفيف نوعا ما نوتس اللي فيه هي الفانيلا اللافندر الكاكاو بالاضافة لزنجبيل كافيار الفانيلا ومستخلص الفانيلا يعني زي ما شايفين ريحته كتير فانيلا بجرت مست مينكس اسمه سيدكتف نوار طبعا في منه عطر كمان هاد نزل بسنة 2019 تصني في ريحة فانيلا اروماتيك وودي وشوي باودري صدمت قدي بشبه عطر مودرن ميوز نوي طبعا هاد صار دسكنتينيود بس كان عندي منه زمان فانيلا بهاد المست جاي دارك يعني مش كير لأبدا ولا شبيت ريحة معقدة وغريبة في ناس شبهين العطر مونجرلان بس صراحة ما بتتفق معهم هاد جاي معقد اكتر فيه ميرومية ريحتها واضحة جدا وعمل ميكس غريب مع الاخشاب والفانيلا سبعته لحد ساعة فوحانه متوسط وينفع لكل الفصول برأيه نوتس اللي فيه هي الميرومية البرقاموت الفوانية بالاضافة للبنفسج الياسمين الزنبق كمان فيه فانيلا فيتيفر ومخمل وفي عطره من ايف سان لوران رح احكي عنهم برده اول واحد هو ليبر اودي بارفام والذي نزل بسنة 2019 تصنيف هاي ريحة فانيلا لافندر سيترس وزهور طبعا هاد من اشهر العطور فواح بشكل رهيب وبتضر يحتو معلقه يعني رشته منه بيضله طول اليوم حيرو فيه انه من الروائح اللي بتزبط لأي فصل بينفع سيجنتر سنت طبعا مع انه فيه فانيلا ولافندر زي عطر بير بري الا انه هاد كتير مختلف عنه النوتس اللي فيه هي اللافندر كمان فيه مندرين كش مش اسود زهور البرتقال والياسمين بالاضافة للفانيلا المسك وخشب الصندر اما تعني عطر فيه بلاك اوبيم وهاد نزل بسنت 2014 تصنيف الريحة فانيلا قهوة زهور وسويت بحب ريحته بصراحة وبحسه مميز لانه فيه ريحت القهوة طبعا هو من العطور المشهورة وبحسه كمان بيضبط سيجنتر سنت لانه حلو لكل الفصول المشكلة فيه انه ثباته شوي ضعيف يعني بيضل حد اربع ساعات ماكسيمام للأسف فواحيته متوسطة النوتس اللي فيه هي الانجاص الفلفل الزهري زهر البرتقال اكيد فيه القهوة اليسمين اللوز المر بالاضافه لعرق السوس والفانيلا والبتشولي حشب الارز والكاشمير واخر مست رح احكي عنه هو وارم فانيلا شوكار من باثان بودي هاد نزل بسنت 2021 تصنيف الريحة فانيلا سويت وريحته بالزبط زي اسمه ريحة فانيلا دافية وسويت عالاخر ريحته فانيلا كلاسيكية وما فيها تعقيد برأيي بالنسبة لالي بحس الريحة سكر مع فانيلا تبعته لحد ساعة وفواحان وضعيف نوعا ما النوتس اللي فيه هي الفانيلا الأوركيد السكر اليسمين وخشب صندل كريمي وقبل ما انه هذا الفيديو حاب اسألكم انتو شو هو عطر الفانيلا المفضل بالنسبة لالكم كتبوا لي اسمه بالكومنت تحت وبس ايك بكون خلص فيديو اليوم بتمنى يكون عجبكم واذا عجبكم اكيد ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد من قناتي بشوفكم بالفيديو الجاي باي بلد سواء بلد سواء بلد السياح